عشرة أشهر مرت على انعقاد أول جلسة للبرلمان في العراق وما زال الفشل في استجواب الفاسدين في حكومة عادل عبد المهدي هو سيد الموقف الضغوطات الحزبية والمجاملات السياسية كما يتحدث عنها برلمانيون وعدم وجود نية حقيقية لمحاسبة المتورطين في ملفات الفساد المالي والإداري يشكل عائقا ضد أي محاولات للإصلاح محاولات وإن أثيرت بين الفينة والأخرى فهي تأتي في سياق الابتزازات المتبادلة بين الأحزاب الحاكمة نفسها لتظل المزامع الحكومية بتنفيذ الإصلاح لا تتعدى سوى حناجر مسؤولها مساعي حكومة عبد المهدي لتلميع صورة وزرائها قد لا تبدو ناجعة هذه المرة عبر تقرير إنجازات الحكومة نصف سنوي الذي وصف بالأضحوكة هو المخالف للواقع على لسان نواب في البرلمان تقرير الإنجازات الحكومي تزامن مع طلبات نيابية لاستجواب وزير الزراعة الحالي صالح الحسني بتهم فساد ليكون الوزير السابع في حكومة عبد المهدي الذي يطلب استجوابه بعد أن أحال البرلمان في شهر أيار الماضي طلبات استجواب ستة وزراء في حكومة عبد المهدي إلى الدائرة البرلمانية للنظر في الأدلة المقدمة قبل تحديد بدء الاستجوابات لكن مصادر نيابية أكدت أن عددا من الكتل السياسية تمارس ضغوطات كبيرة على هيئة المستشعرين التي تدرس طلبات استجواب الوزراء لتأجيلها حتى بداية السنة التشريعية الثانية التي قد لا تبدأ قبل عام 2020 وفي خضم دوامة الفساد هذه ثم تمنيرا بأن المشكلة الحقيقية في عراق اليوم ليست بالفساد نفسه فقط بل بشرعنة هذا الفساد ومحاولات الفاسدين إطفاء الشرعية له بشتى الوسائل ليفلت المتورطون من المحاسبة كما جرت العادة منذ أول حكومة نصبها الاحتلال الأمريكي بعد عام 2003